أدو إزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة من أهم القطاعات التي تعمل في تغيير السلوك ونشر الوأي الثقافي لعداد أجيال وائية لتحمل المسئوليات والضمان مستقبل الغد وكذا العمل من أجل تحقيق طموهات ورؤية السلطات الأولية بالدولة أزوى في إطار متابعة عمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي جاءت تحت شعار تغيير أقلية المواطن لإعادة بناء الشات في زل الجمهورية الخامسة فقد ناقش مستشار الجمهورية مع وزير التربية الوطنية مامدو بوكارغانا الموادع الخاصة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وكذا العيش في سلام ووئام دائمين عبر التربية والتعليم هذا وقد سرد الوزير بوكارغانا أهم الإنجازات التي هققتها الوزارة وكذا البرامج التي وضعتها لتحقيق الغايات المنشودة لا سيما ترقية المواطنة من مرحلة الأساس كما أضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي أحمد بدو محمد بأن نتائج ومخرجات هذه الدورة العادية الثانية ستمهد الطريق للوصول إلى الأهداف المرجوع وننوه إلى أن سلسلة اللقاءات هذه ستستمر وحتى نهاية عمال الدورة العادية الثانية للعام 2024 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر